موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته معكم احمد علي وحلقة جديدة وعالم اسرار التقنية النهاردة هنتكلم عن موقع كان فينا صلابة التداول السريع الاستيك انك تخش على او خمسة تيك او بالنقرة يسبب خسارة سريعة ولكنت لكم بلاش حد يعمل الموضوع ده انه يعتبر مقامرة او مغامرة في الحلوص طيب دريف انا مختار هنا USDCHF وداخل بمئة دولار على الحساب الديمو مش هرى حساب الحقيقي عشان نبقى متفقين المفروض ان انا نشتري هبوط كل ما السعر بينزل المفروض انه هيعدي المكسب كل ما السعر هيطلع عن السعر اللي نشتري به هيعدي خسارة وقت ما حب ان اقفل الصفقة مجرد ما هضغط كلوز هيقفل بالمكسب او بالخسارة انا انا مثلا دلوقتي كسبت عشرة دولار زيادة وحبت ان انا او يعني في الوقت بس طبعا دي بيبقى تداول لونج ترم يعني ما ينفعش ان مش بتداول على دقيقة ولا بتداول على خمس سوان ولكن لا انا بتداول لونج ترم لونج ترم لونج ترم على كام بقى دي الحتة اللي انا هنشرح لكم النهاردة لونج ترم بتبتدي من خمس ساعات اليوم تونج فور اور او اتناشر ساعة بمعنى اول حاجة هنعملها لو انتم تفتكروا اا كنت قبل كده ادولت تونج فور اوبشن ووريتكم ان انا كسبت على الفوركس وعملت صح اف بي اس برضو الحمد لله لما كان حسب بتاعي الميت دولار اللي هو البونس كنت اواخده عملت بيه برضو ووريتكم اللي هو ان انا اعمل عليه مكسب مية في المية فانا بعمل مكسب في الفوركس ازاي الطريقة سهلة جدا ومجانية وجميلة ولكن نرجع ناكد اي طريقة بشرحة مهما كانت لازم حضرتك هتخش على الديمو وتتعامل معها لحد ما تجدها وبعد كده تقدر انك انت تخط اداء وتبتدي تداء وتبيع بفلوس تاني الطريقة اللي هشرحها دي كل الناس طبق على الديمو لغاية اما تجيد الطريقة عشان خاطر انك انت تقدر بعد كده تتعامل معها وتقدر تحقق مكسب اا وما يبقاش فيه خسارة لك ايه هي الطريقة دي اللي انا بستخدمها دايما لما بحب الدولة على الفوركس وطريقة مجانية بنسبة المية في المية طبعا فيه ناسة تقول لي يا سيد احمد قد يعني يكون الاشارات بتاعته احيانا تخطئ واحيانا صعب طيب هو كلامكم صحيح ولكن الكلام ده بيبقى في الاوقات الوليلة بيبقى دايما يعني التحليل بتاعها بيبقى نسبة الخطأ والصابق اكبر يعني في تزبزب كبير ولكن كل ما بتطلع لقدام في التوقيت بيبقى الامور اوضح احنا اللي يهمنا بالنسبة للتحليل بتاع البيتزيزيك نتكم حول لي فايفهور وديلي هنا بيقول لك حول لي يعني بالساعة بالسبب لك نتشرل يعني مش طبيعي لمحد تبيع ولا شرة خمس ساعات سترونج باي يعني بيقول لك الساعة بعد خمس ساعة الموشات كلها بتقول لك سترونج باي ديلي سترونج باي بعندنا اشارتين هنا سترونج باي طيب يبقى انا على مثلا هولين هو طبيعي. استنى لما تبتدي يعني خمس ساعات يعني بعد مسلا ساعتين من دلوقتي افتح ابص على الحاجات دي تاني. لديت هنا مثلا باي سترونج باي سترونج باي. يبقى كده التلات اتجاهات داخلين ان هو شراء. يعني الناس تركز معي عشان نبقى فاهمين. شراء سترونج باي سترونج باي. يبقى احنا كده داخلين على اتجاه شراء. باي. طيب اه سل يعني لدينا مسلا هنا سل سترونج سل سل يبقى هبوط وهبوط جميل جدا. ده الطريق اللي انا بعمل اعزائي طبعا في وفي عندك دول اكتر موقعين بيقدموا تحليلات مجانية واشارات لكل الناس. انا لكل اللي بعمله لما بحبها تجري على الفوركس ان انا بستعمل الموقعين دول وبستعمل اللي هو الخمس ساعات او الديلي. بس اعمل الاشارتين دول. بشوف الاتجاه العام بعد خمس ساعات هيبقى رايح فين. وعلى منظر اليوم هيبقى رايح فين. طيب برضو استفدنا من الموضوع ده انا عرفت النهار ده يبقى انا عرفت ان عندي اشارتين اهو. اهما الساعة سترونج باي. وديه سترونج باي. حتى وكل سترونج باي. احنا ناهمنا هنا خمس ساعات. طيب. هنا ما اجعل ندريف. دولار دولار بوينت خمس ساعات. كده انا كسبت دولار بوينت اربعة. معنى دليل الشرح. وطبعا دعا دين وهنا بس بنعمل تستات عشان خاطره نجرب. يبقى زي ما فهمنا الاشارة هنا انا خلاص كده عرفت ده زوج روابنات اليورو دولار. يبقى انا هدور هنا عام احمد على اليورو دولار. يورو دولار يورو دولار. يورو دولار. يورو دولار. ده اتجاه اليورو دولار والسعر اللي يسابت عنده دلوقتي. المفروض على السعر المكتوب في الانفزيتين دوت كوم انه هو في خلال خمس ساعة سترونج باي. يعني الاشارة هتعال. اول حاجة ودي مهمة جدا. الناس اللي هتتداول سواء على المناصة او هتنزل الميتا ريدر. اللي اتنين دول دريف او ميتا ريدر. لازم لازم تبقى عامل حسابك انك انت فاضي. عشان نخلينا عطحين. انك انت اول حاجة انت فاضي. يعني انت فاضي. يعني هتقعد بما اللي اقل عن ساعتين ونص ترائب بتاع الشاشة او ترائب الاتجاه بتاع الصعود والهبوط بتاع السهم عشان زوج العملات. عشان لما يوصل لنقطة يرتفع. انت شايف مسلا حطت مية دولار كسبت عشان دولار او عشين دولار وارتفع. ممكن انت ما تستناش يعني ما تستناش ازاي ده في الوقت تقفل الصفقة العشين دولار وتطلع. انها بتبقى فرصة لك ان ممكن يحصل خبر اقتصادي. نرجع تاني نفكر الناس خبر اقتصادي. يحصل اي حاجة لسعر يعكس فتبسط لانمسك بدل ما كنت كذبان ابتدأت انك انت تخسر فانت ما كسبتش حاجة. لا يبقى احنا هنعمل كالتالي. يبقى لازم في الفوركس دايما وفي يعني تلازم عينك يعني حتى مش هولك يعني يخليك قاعده على طول يعني كل ساعة تخش تبص تشوف السعر وصل فين. كل ساعة هتخش تشوف وضع السعر ايه. ماشي فعلا في الاتجاه اللي احنا المتوقعين كتحليل هنا او. دي نقطة. النقطة التانية زي ما قلنا انت طبعا هتتداول بايه? هتتداول بمبلغ اللي هو المبلغ اللي احنا هنحطه. اه سرق اصغر مبلغ تقدر تخش بيه. هنا مسلا الاستيك انا بيقول لك انك ممكن انا هخش بدولار واحد. خش صفقة دولار واحد. اختياري اه وعنو اش دي اختاري صعود. يبقى احنا ايه? اول حاجة هنبتديها زي ما قلنا. خنبص على التحليل. هنخش على الديمو. نبتدي. ننفذ اللي احنا قلنا عليه. ارائب اشوف الوضع طالع نازل. في خلال طبعا ان دي مش هحنا يعني دي مش هستند يا واقفل. المفروض ان دي التداول بالطريقة دي على لان دي دي الصفقة ما بتقفلش للصفقة زي فوركس يعني شغالة بتطلع ممكن تطلع معك يعني ممكن الدولار ده لو السعر الفضل طلع على طول ممكن يوصل معك لغاية 100 دولار. يعني الاخر الاسبوع لو فضلت السابق الصفقة مفتوح مسلا لمدة اسبوع وفضل الصعود مكمل الدولار ده ممكن يعمل معك مبلغ محترن. ممكن تختارها بالسهولة جدا لو السعر عكس شوية لان طبعا مبلغ بسيط فمش هيغطي النزول. فالفكرة انك انت بتاخد التحليلات بتبتدي انك انت تتداول بها على الديمو. على سواء بالطريقة دي على المنصد بتنزلها بيباليها قونة على سطح المكتب او عن طريق الميتا ريدر بتاع الفوركس اللي بيبقى متاح مع المنصد. ادي عندك طريقة وانا عندك الطريقة. فيه تيك بروفت برضو لو انت عايز تحدد البروفت اللي عايز استخده. ليه? انت عايز مثلا انا الدولار ده والله انا عايز اخليه اتنين دولار. هضعفه على اتنين دولار. يبقى اكتب اتنين دولار. اول ما تبقى في اتنين دولار هيقوم ايه? اعفل الصفقة. ستوب لوز. انا كنت عايز اترشي على اساس الميت دولار. ها اعمل لها اه بوين التلاتين. انا بقول لي لا ما انفعش لشان طبعا لازم ما يقلش عن واحد تلاتين اوكي. وبقى كده احنا حددنا ستوب لوز والمكسب. فدي يبقى احنا زي باتتفاقنا. هناخد الاشارات اول حاجة عندك انفيزين دوت كوم سوري. نقفل دي عشان بس ما تطلع نبوطش. انفيزين دوت كوم. وعندك بعد كده ايه? اه تريدينج فيو. دول اتنين دول احنا بنقدر ان احنا نحدد عليهم لاتجاه بتاع زوج العملات. المفضل انك انت تخش من خمس ساعات ليوم. من خمس ساعات لاربعة وعشرين ساعة. نقول تاني من خمس ساعات لاربعة وعشرين ساعة. اه ساعة. ومش شرط انك انت تستنى. يعني انت لحطت مبلغ. يعني الاول حتتضرب زي ما نقدمه. بعد كده ما تخش الحالة وحطت مبلغ. عشرة دولار. وليت مسلا انا اعمل خمس دولار وانت خلاص بالنسبة لخمس دولار كده. انت شايف انك انت يعني افضلية لك انك انت تطلع اطلع. مش ضروري ان كنت تتحقق هدف انا حطيت عشرة دولار بلازة بخليهم عشرين. لا. انت احساسك ان السوق مش لصالحك تمام. خايف ان حاس ان السوق ممكن يقلب عليك وانت انت راجل مقتنع ان الخمس دولار بالنسبة لك مكسب محترم. اه تمام بالنسبة لك يبقى كده مية مية. يبقى انت حضرتك هتقوم مخلص الصفقة بتاعتك. هتعمل مجرد ما تقوم عامل خلاص. هتقوم طلع كسبان. بقى بفرق عشرة يعني حسب ما انت يعني بالنسبة لك الصفقة تكون ايه. اه كويسة. عندك طبعا هنا خمسين اكس. فيه عندك مية اكس مية وخمسين اكس متين وخمسين خمسمية. زي نفكر تاني الناس كل ما هتستعمل رفعة اكبر كل ما هيكون المكسب اسرع وكذلك الخسارة هتكون اسرع. وانا افضل انك تتتخليك على الحد الادنى في المضاعفات لحد ما تتمكن من السوق عشان تقدر انك تقول انا فعلا متداول كويس. يبقى تاني. هنقولهم تانية سريعة عشان الناس اللي ما تتوشش مني. اول حاجة هتنزل المنصة من بعد ما تفتح حساب. عندك عشر تلاف دولار اللي هم هتتدول بهم على الديمو. هتخش على وعندك تريدينج فيو. هتبتد تاخد الاشارات من خمس ساعات لاربعة وعشرين ساعة وتعمل هدف لنفسك. عينك دايما انك تخش كل ساعة او ساعة ونص او ساعتين. تخش تشوف الساعة ماشي اللي تصلحك ولا في مشكلة. عشان خاطر ويفضل انك انت تحدث ستوب بلوز وتيك اوتوماتيك. لو انت مش هتقدر انك تعمل الموضوع ده. مش هتقدر انك انت ترقب يعني عندك شغل او راح مشوار او بتاع. ممكن انك انت تحدد المكسب اوتوماتيك. والخسارة في الخسارة اوتوماتيك. بحس ان هي افل الصفقة عندما ينصل للحد ده. ده بالنسبة لي كمتداول مبتدق. محدش يخش بفلوس جدعان انما تتدرب على الكلام ده كويس. الكلام اه شرحه في عشر ده وبتاع. لكن انت عشان توصل للمستوى انك انت تجيد الموضوع لازم وقت. فمحدش يستعجل وخش بفلوس يتداول بها. لازم انك انت زي ما قلنا يا اما المنصة دي. وتختار زوج العملات والتحليل تختار من خمس ساعات لاربعة عشرين ساعة. عندك استعداد متداول قديم ومراجل قديم في الشغل وتقدر انك تخش على اسبوع يبقى خير وبركة. لكن الناس الجديدة بالاقصى ليك من خمسة خمس ساعات لاربعة عشرين ساعة. تبدو تتدرب عليهم عشان تشوف. حدش خش خمس دقائق. او اربعة دقائق. لأ انت تخش من خمس ساعات لاربعة عشرين ساعة. او ازا كان المكسب بالنسبة لك حققت التارجت اللي انت شايف وانه هو جميل بالنسبة لك. يبقى كده تماما فيش مشاكل انك انت تقدر تقفل الصفقة. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.